أنه حفر قناة تصل النيل بالبحر الأحمر ليسهل انتقال التجارة ما بين مصر وما بين الجزيرة العربية فحفر من شمال حصن بابليون مجرمائي هذا الخليج يسمى خليج طراجان هذا الخليج أمر عمرو بن العاص بحفر فحفر من شمال حصن بابليون من النيل ثم اتجه إلى بلبيس ومن بلبيس إلى بحيرة تمساح ومن بحيرة تمساح إلى البحيرات المرة ثم إلى البحر الأحمر عند السويس فهذا جعل عمرو بن العاص التقاء النيل بالبحر الأحمر عند السويس فهذا الخليج خليج طراجان وهذا كان أهم أعمال الاقتصادية لعمرو بن العاص بعد فتح مصر سهل هذا الخليج الانتقال من قلب مصر من حصن بابليون إلى البحر الأحمر عند السويس موسيقى